اهلا بكم اعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي تخصص سيارات في حلقة جديدة من حلقات قناتكم قناة مصر للتعليم الفني طلابنا طلاب الصف الثاني النهاردة بامر الله هنتكلم عن حاجة جديدة خالص وباب جديد وهو الديزل محركات الديزل اشتغلنا التيرم الاولاني عن محرك البنزين وخدنا دورة التبريد ودورة الايه دورة التزيد وعرفنا ان في حاجة في دورة البنزين اسمها رقم الاوكتاء فاحنا عايزين نعرف محركات الديزل هي كمان بتشتغل ازاي وهل بتفرق المكونات او اجزاء محرك الديزل عن محرك البنزين ده اللي هنعرفه ان شاء الله الحلقات دي وعايز نركز مع بعض وزي ما تعودنا وقلنا ان احنا بنفهم التخصص بتاعنا مش بنحفظ لان ده اسمك ده اللي هتقدر تنافس به ان شاء الله في سوق العمل كمان تقدر تكمل به كليات ومعاهد كتير جدا من التخصص بتاعنا طبعا التخصص بتاعنا زي ما قلنا كتير اوي من التخصصات المرغوبة جدا ومطلوبة جدا في السوق وعدشانة ليه الخريجي اللي زي حضرتك او الفني اللي زي حضرتك النهاردة بنتكلم عن الديزل وعايزين نعرف مواصفات الديزل ولما بنيجي نورده او نوصله لغرفة الاحتراء احنا عشان احنا طبعا بنستخدم الوقود ده عشان نستخدمه في محركات اللي هي بتشتغل محركات دورة حرارية او بتشتغل بالحرارة او بتحول الطاقة الحرارية في الوقود الى شغل ميكانيكي فالفكرة عندنا ان احنا نخلط الهوى مع الوقود ايا كان ايا كان هو محرك بنزين او محرك ديزل طب كان في محرك البنزين كنا بنخلطه عن طريق كربيراتير او بعد كده بقى ظهر عندنا نظام جديد اللي هو الانجيكشن او الحقن الالكتروني ان احنا نحقن البنزين عشان يختلط به الهوى مع الوقود طيب بالنسبة لمحرك الديزل محرك الديزل هل هو كمان بنخلطه في شوت السحب يعني هنخلط الهوى مع الديزل في شوت السحب طبعا لا احنا هنا في محركات الديزل دي بنسميها محركات اشتعال ذاتي محركات اشتعال ذاتي يعني ايه يعني المحرك بي او الوقود مع الهوى بيشتعل لوحده بدون مصدر للطاقة الحرارية او الشرارة الكهربائية. يعني ما عنديش بوجيه. هو بيشتعل اوتوماتيك لوحده او اشتعال ذاتي. تعالوا بينا نعرف الديزل وتعالوا نتكلم الاول عن وقود الديزل وبعد كده نعرف ازاي بنورده ونوصله لغرفة الاحتراء عشان يختلط بالهوى وبعدين يحصل الاشتعال بتاعي. ازن اللي انا عايزك تعرفه الاول ان محركات البنزين هي زيها زي محرك الديزل بتختلف في حاجات بسيطة جدا. في مادة صنع او الخامة بتاعت صنع البلوك او ويش سيلندر. الاجزاء التانية لان هنا نسبة الانضغاط عالية عن محرك البنزين. وكمان انا ما عنديش هنا شمعة اشتعال اما هناك بنحتاج في محرك البنزين بنحتاج شمعة اشتعال. هنا بحتاج حاجة اسمها بخاخ او رشاش برضو ده بقى موجود دلوقتي في محركات البنزين اللي هي حقن الكتروني بقى عندنا حاقن او بخاخ في الانظمة الجديدة. تعالوا بينا نعرف الاول مواصفات البنزين ونشوف اول حاجة عندي مواصفات الديزل بيقول لي وقود الديزل هو عموما اي وقود يستعمل في محركات الديزل. هو بنستخدمه في محركات الديزل واكثرهم شيوعا وهو مقطر جزئي لي زيت الزيت النفطي او البترول اللي احنا بنطلعه من بطن الارض شركات البترول بتبدأ تعمله العمليات عشان نطلع منها الديزل ده. الا ان البدائل غير المشتقة من النفط مثل زي ايه? يعني انا عندي الديزل ده احنا بنطلعه من النفط او من البترول. اما في بدائل تانية ليه الديزل عشان لما نسمع عنها تب انت راجل بتاع سيارات او بتاع مركبات. وما انتش عارف ان انا عندي وقود تاني اسمه باي بايو ديزل. البايو ديزل ده بنشتقه من اه اه ديزلات حيوية. حاجات حيوية زي زيت الطعام اللي احنا بنستخدمه بناخده نعمل منه البايو ديزل وفيه كمان غاز تاني. ازا الديزل انا بستخدمه او بطلعه من البترول او من النفط الموجود عندي في اه اه شركات البترول. اما البايو ديزل بيطلع من الكتل الحيوية او زيوت الحيوية. طيب ندخل على خصائص الديزل. بيقول لي تؤثر خصائص الوقود بدرجة ملحوظة في اداء المحرك. محرك الديزل. وتقاس هذه الخصائص عادة بواسط التجارب معملية بنعمل لها تجارب كده عشان نقيس ونشوف الخصائص بتاع الوقود بتاع الديزل ده. الديزل اللي انا هستخدمه في المركبة بتاعتي او في العربية بتاعتي. لازم يكون فيه عدة خصائص عشان يحصل الاشتعال وما يعمل ليش مشاكل او اجهادات. تعالوا نعرف الخصائص الهمة اللي بتساعد على الاشتعال في محركات الديزل وبتؤثر على اداء كمان المحرك. اول حاجة عندي بنسميها درجة حرارة وعطلة الاشتعال الزاتي. امتى? امتى? هيحصل الاشتعال ذاتي. امتى? او او الوقود ده عايز درجة حرارة كام? عشان يشتعل ذاتيا. ده من الخصائص المهمة جدا. طبعا كلما قلت درجة حرارة الاشتعال الذاتي او عطلة الاشتعال والاشتعال الذاتي ده هيديني اه سهولة ونسبة انضغاط اقل واجهادات اقل على المحرك بتاعي. طيب تعالوا نعرف درجة حرارة درجة حرارة الاشتعال الذاتي لمادة عبارة عن ايه? ادنى درجة حرارة تشتعل فيها المادة تلقائيا لوحدها في جو طبيعي بدون مصدر اشتعال مش عايز انا ابو جيم مش عايز شمعي تشتعال خارجي مثل لهب او شرارة وتعتبر اه وتعتبر معرفة درجة الحرارة هذه ضرورية لتوفير طاقة التنشيط اللازمة للاحتراق وتنخفض درجة الحرارة التي تشتعل اه تشتعل اه عندها المواد الكيميائية بازدياد الضغط او زيادة تركيز الاكسوجين. النقطة دي مهمة تعالوا نفهمها بشكلة ايه? يعني ايه درجة حرارة الاشتعال او عطلة الاشتعال درجة الحرارة وعطلة الاشتعال? كلما قلت درجة حرارة الاشتعال للوقود يعني البنزين لي درجة اشتعال معينة لو درجة الحرارة انخفضت عن كده وانت اديت له مصدر طيار مصدر اه اه شرارة مش هيشتعل لو كانت منخفضة. طيب الديزل انا ما بدي له الشرارة انما احنا بنعمله ايه? بنرفع له درجة الهوى اللي هو هيختلط به لان وقود الديزل وهنعرفه دلوقتي ما بيختلطش في شرط السحب. ده في نهاية شرط الضغط انا بحقنه على هوى سخن. فبيبدأ يشتعل. طيب تخيلوا انا عندي هنا نسبة الانضغاط عشان نعرفها برضو في المحركات بتاعة البنزين بتبقى بتبدأ من واق من سبعة الى واحد وبتزيد تعدي العشرة كمان. طيب لا في محركات يعني ايه برضو نقول نسبة الانضغاط معين احنا شرحناها في حلقات قبل كده لكن نعيدها تاني. نسبة الانضغاط ببساطة. احنا نقولها وبكتبها بالشكل اللي انت فهمتني. ببساطة ان انا لو عندي سبعة لتر او تسعة لتر هوى مع وقود بنزين بضغطهم في لتر واحد بس. لو عندي سبعة او تسعة او عشرة لتر هوى مع بنزين بضغطهم في لتر واحد فقط. طيب محركات الديزل بتبدأ من كم? بتبدأ من سبعتاشر وبتعدي التمانية وعشرين. وفي محركات بتطلع عن النسبة دي. اذا نسبة الانضغاط في محرك الديزل اعلى بكتير جدا. ويعني ايه نسبة الانضغاط برضو سبعتاشر لواحد? يعني سبعتاشر لتر هوى فقط في محركات الديزل هيضغط. احنا طبعا عارفين الدورة الحرارية? الدورة الحرارية سحب وضغط واشتعال وعادل. هو في محركات الديزل هيسحب هوا بس. سحب هوا. وبعدين يضغط هوا بس. لو كانوا سبعتاشر لتر هوا هيضغطهم في ايه? في لتر واحد فقط. طب حضرتك قلت ان نسبة الانضغاط اعلى من كده واحد لستة وعشرين وتمانية وعشرين. طيب ازا برضو لو هو تمانية وعشرين لتر هوا هيضغطهم في لتر ايه? واحد فقط. طب لما نيجي نكتب التعريف نسبة الانضغاط. هنقول هو النسبة ما بين حجم الاستوانة والمكبس عند النقطة الميتة السفلة الى حجم الاستوانة والمكبس عند النقطة الميتة العلي. ببساطة. تمانية وعشرين لتر هوا ضغطهم في ايه? في لتر واحد بس. يبقى هي النسبة نسبة الانضغاط هي النسبة ما بين حجم الاستوانة. حجم الاستوانة والحجم هو مساحة في ارتفاع مساحة سطح المكبس في ارتفاع اللي هو طول المشوار. يبقى حجم النسبة بين حجم الاستوانة والمكبس في النقطة الميتة السفلة الى حجم الاستوانة والمكبس في النقطة الميتة العليا. بسيط جميل سهل. طيب ايه علاقة بقى درجة الاشتعال او عطلة الاشتعال مع درجة الحرارة هنا. كلما قلت درجة درجة الاشتعال الذاتي هتقلم عيه نسبة الانضغاط. ما انا بضغط يا مليه او بعلي نسبة الانضغاط ليه عشان الهوى ده يسخن. ما هو كلما قل كلما قل الحجم زاد وزاد الضغط معي كلما ارتفعت درجة ايه الحرارة. انا كده رفعت درجة حرارة الهوى. طب انت بترفع درجة حرارة الهوى ليه عشان اول محء في الديزل يقوم يشتعل. طيب لو احنا نزلنا درجة حرارة الديزل عشان يشتعل من اقل درجة حرارة. ما هو ده الحد الادنى ده اما نقول درجة حرارة وعطلة الاشتعال للوقود هي ادنى درجة عندها يحصل الاشتعال للوقود ذاتي. يعني الوقود يشتعل لوحده. طيب اه هنا في المحركات الديزل او الديزل بيبدأ يشتعل من عندي ستة وخمسين تقريبا من ستة وخمسين لستة وتسعين درجة تقريبا. فاحنا بنرفع نسبة الانضغاط في محرك الديزل بنوصلها تقريبا لربعمية درجة. بنرفع درجة الهوى. عشان اول ما ديزل يدخل انت عندك درجة الاشتعال بتاعته كان بتبدأ من ستة او اتنين وخمسين تقريبا. من عند اتنين وخمسين. طب هي ربعمية ازن هيحصل الاشتعال على طول. هي دي الفكرة. طب انا لو قللت درجة الاشتعال على اتنين وخمسين بتاع الوقود. يعني شركة البترول. وهي بتعمل حطت في اضافات عشان ينزل درجة الاشتعال بتاعته. ده هيخليني ان انا قلل نسبة الانضغاط. عشان ما اضغطش هيه تمانية وعشرين لواحد. طب هو انا لما علي درجة اه او نسبة الانضغاط ايه لا هيحصل? دي كلها اجهادات على المكان. اجهادات على الاجزاء المتحركة. اجهاد على البستم. اجهاد على زراع التوصيل على عمود الكرانك. كل الاجزاء المتحركة دي اجهادات. حتى القوة طبعا القوة المتولدة من محرك الديزل اعلى بكتير من محرك البنزين. بتعدل خمستاشر في المياه. تمام يا شباب? اذا كلما قلت درجة حرارة انا قللت نسبة الانضغاط. فقللت الاجهادات. طب الاجهادات دي هتعمل ايه? اجهادات دي يعني قوة ضاربة على الاجزاء المتحركة. فبتقلل لي العمر الافتراضي للمحرك. او عمر التشغيلي للمحرك. وتكلمنا برضو كتير في النقطة دي. والشباب طلابي الشطار عارفين ان العمر التشغيلي هو العمر الافتراضي اللي الشركة ايلي عليه ان الماكنا دي هتشتغل معايا تلات تلاف او تلتمية الف كيلو مسلا. مسلا. فلما تكون عندي اجهادات كتيرة على اجزاء الماكناة. في الحالة دي الماكناة بتاعتي عمرها التشغيلي بيقل. اذا مهمة اوي هنا تقل لدرجة حرارة او عطلة درجة حرارة او عطلة الاشتعال بتاع الوقود عشان ما يكونش فيه اجهادات على الاجزاء المتحركة في الماكناة بتاعتي. تعالوا نكمل ونشوف الحاجة التانية ونشوف الدرجة الحرارة دي في الفيديو اللي احنا شايفينه. احنا لما هنشغل الاجزاء بتاعتي طبعا دي ترمبة الجاز. هترفع الجاز بتاعي وتديه للحواقن او الرشاشات. عشان اول ما انا طبعا بوصل للمفتاح زي ما احنا شفناه. الطيار هيطلع من البطارية يروح للمرش. يبدأ يشغل عمود الكرانك عشان نعمل سحب وضغط واشتعال وعادم او شفط وضغط واشتعال وعادم. طب انا في محرك الديزل هسحب ايه? هسحب هوى فقط واحنا شايفينه اهو. هوى لون الازرق سحبنا هوى فقط. وبعدين هنضغط ايه? برضو هنضغط هوى فقط. طب درجة الحرارة بتاعت الهوى في الغرفة في الحالة دي هتكون كام? تقريبا خمسمية وخمسين درجة مقوية. والضغط هيكون اربعين بار. تقريبا اربعين بار. ده ضغط عالي جدا. ده ضغط بالنسبة لنا. عالي جدا ودرجة الحرارة زي ما احنا شايفين خمسمية وخمسين درجة كبيرة جدا. وانا لسه ما حصلش عندي اشتعال. هيبدأ في الحالة دي الحاقن او الرشاش يحقن الجاز بتاعي. يقوم يحصلش مجرد ان الجاز يدخل على الهوى اللي درجة حرارته خمسمية وخمسين درجة. يبدأ يحصل اشتعال ذاتي للمخلوط. وهنا نحصل على الشوت الفعال. اذا كلما قلت درجة الحرارة بتاعت وعطلة الاشتعال للوقود. ده هيقلل معايا الاجهادات ويقلل معايا نسبة الانضغاط للمحارك. معنى كده ان انا لو جبت اي وقود او الفيديو اللي قدامنا اللي احنا هنشوفه ده. ده مجبس وحطين جواه او حطين جواه المجبس العلماء اللي بيعملوا التجربة دي حطين جواه المجبس من جواه كده قطنة. هل القطنة دي قابلة الاشتعال قابلة الاشتعال. طب جواه المجبس ايه من هنا? ده هوى. هوى فقط. وكل اللي هيعمله ان هو هيعمل ضغط عالية جدا وبسرعة على القطنة مع الهوى. هيضغط الهوى فيقوم يعلي درجة حرارته. طبعا القطنة اللي موجودة جواه المجبس دي هتشتعل ذاتيا. نبص على التجربة. اهو. هو هيحط قطنة. ده هو عمل اه عمله بدون اه بدون قطنة. ودلوقتي هو حط قطنة وعمل ضغط بسرعة. عمل كبس او ضغط للهوى بسرعة على القطنة. فيقوم يرتفع درجة حرارة الهوى. يقوم يحصل اشتعال للقطنة اللي موجودة او اي وقود او اي شيء قابل للاشتعال هيشتعل ذاتيا. هي دي النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. ازا كلمنا بما فيك كفاية في نقطة النقطة الاشتعال او عطلة الاشتعال مع درجة الحرارة. طيب كمان من الموصفات اللي احنا عايزينها في الوقود بتاعي الكربون المتخلف. اللي هو هيطلع من نواتج الاحتراق. وهو مقدار المادة المتخلفة بعد تسخين. كمية معينة من الوقود. فيه اناء مغلق وفيه و وفيه معزل عن الهواء. بعد تمام تبخر جميع اجزاء الوقود المتطاير. ويستهدف هذا الاجراء معرفة نسبة المركبات الثقيلة في الوقود. يعني احنا بنعمل التجربة دي عشان نشوف الكربون اللي هيدي. يعني احنا عملنا تطاير وعملنا تبخر ليه الديزل بتاعنا وتخلط بالهواء. احنا الشركات بتعمل التجربة دي عشان تشوف النواتج او اللي هيطبقى او الرواسب المتبقية بعد ما يحصل اشتعال. انا عملت تبخر وتطاير وخلطتو بيه الهواء. فهنشوف المركبات الثقيلة اللي هتفضل موجودة وتفضل موجودة داخل الغرفة بتاعتي. عشان ايه? طب النقطة دي احنا بنعملها ليه? او الخاصية دي احنا بندور عليها ليه? عشان عايزين نعرف ان احنا لو استخدمنا الوقود بالوضع او الاضافات المحطوطة عليه ده. هيفضل عندي رواسب قد ايه? طب الرواسب دي هتعمل معايا مشاكل? يعني احنا مش عايزين رواسب طبعا عايزين كل كمية الوقود او الديزل اللي هتدخل غرفة الاحتراء تشتعل ذاتيا. طب لو فضل عندي هيعمل عندي رواسب كربونية. طب الرواسب الكربونية دي هتعمل ايه? رواسب الكربونية دي هتعمل لي اشتعال ذاتي مبكر او اشتعال مبكر او سبقة اشتعال. قبل ما المجبس يوصل للنقطة المائة الايه? العليا. ما احنا قبل المجبس ما يوصل للنقطة المائة العليا. هنح إنجاز. اول ما insider انجاز هيكون حصل اشتعال مجرد اختلاطه بالهواء بيحصل. لان الهواء درجة حارته عالية الهوى هو هيبقى مصدر الشرارة لان درجة حارة عالية هيبدأ يختلط الديزل بالهوى يقوم يحصل اشتعال كمان الرواسب الكربونية الموجودة عندي دي هي كمان هتعتبر زي بوجيه مدياني لانها بتفضل متوهجة من الشوط اللي قبل منه فتقوم هي كمان عاملة شرارة يقوم يحصل اشتعال قبل معاده قبل المجبس ما يوصل للنقطة الميتها العليا فيقوم حاصل ان المجبس يرجع عكسي ويقوم طالع من الفرغة او البلوك نلاقي دراع التوصيل طالع من جنب المكان ده بيبقى عيب في نوع الوقود وتوقيت ترس الكامة او عمود الكامات مع عمود الكرانج في الاساس نوع الوقود بتاعي مش نضيف نوع الديزل اللي احنا مستخدمينه في الحالة دي مش نضيف فبيعمل رواسب كربونية داخل المكنة وكمان بيطلع لي حاجة اسمها سياج او الدخانة السودة اللي حضرتك بتشوفها من محركات الديزل ده لان كل كمية الديزل اللي دخلت ما تحرقتش فيطلع باللون الاسود اللي احنا شايفينه او نوع الوقود اللي احنا مستخدمينه مش نضيف فيطلع لي الرواسب الكربونية او المواد الثقيلة الموجودة في اه الوقود عشان كده لازم يكون الكربون المتخلف يكون ضعيف جدا عشان كده الشركات بتعمل التجارب دي عشان تحسن الوقود وما يعمليش المشاكل دي في المركبات او في السيارات بتاعتنا تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده اللي هي التطاير يعني ايه وهو مدى استعداد السائل السائل اللي هو الوقود اللي عندي مدى استعداد السائل للتحول الى بخار ويقاز بالنسبة لوقود محرك الديزل بدرجة الحرارة التي يتم عندها تطاير تسعين في المية من مقدار معين لهذا الوقود عفوا لهذا الوقود وبذلك يكون اكثر تطاير كلما انخفض هذه الدرجة من الحرارة يجب ان يكون وقود محركات الديزل الصغيرة اكثر تطايرا عايزين الوقود ده يتطاير بسرعة وعند درجة حرارة منخفضة واحنا قلنا ان درجة حرارة بتاعت طاير الديزل بتبدأ من 52 في المحركات الصغيرة عايزينها تطاير بسرعة وفي وقت قليل جدا من المحركات الكبيرة لان المحركات الكبيرة بنحتاج درجة تطاير اعلى بشوية اذا نقطة التطاير دي مهمة جدا 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 طيب الخاصية اللي بعد كده اللي احنا محتاجينها في الديزل بتاعنا اللزوجة عايزين برضو نفحص اللزوجة وهل اللزوجة مهمة بالنسبة لنا ولا لا ده اللي احنا هنعرفه من خلال الشريحة دي وهي تعتبر مقدار الاحتكاك الداخلي في سائل ما او مقدار مقومته للصريان وتحديد قابليته للصريان داخل منظومة حقن الوقود حيث يجب ألا تقل عن حد معين لان وقود الديزل يستخدم لتزييد وحدات الحقن الموجودة داخل المحرك بتاعي تعالوا نشرح الحتة دي بشكل بسيط اللزوجة هي تماسك جزيئات المادة مع بعضها طبعا لو احنا مسكنا الديزل وبدأنا نصبه كده هنحس ان هو متماسك او فيه تجانس او كل الجزيئات مسكة بعضها اكتر من البنزين فهو اللزوجة بتاعته اعلى ليه لان هو كمان بيستخدم كزيت او كعنصر تزييد او وسيط تزييد للاجزاء المتحركة في المنظوم ايه اللي احنا بنقوله ده طب احنا عارفين ان الزيت بيزيت المكان من الداخل محرك وعمود الكارانكو وعمود الكاماتو المكبس وزراع التوصيل الاجزاء اللي احنا تكلمنا عنها في منظومة التزييد طب الديزل هيزيت ايه او هيسهل الحركة هنا في ايه واللزوجة هنا مهمة في ايه لو الديزل بتاعي خفيف فمش هيكون ليه دور في التزييد داخل طلوم بتلحقن نفسها ما انا عندي في منظومة الديزل حاجة اسمها طلوم بتلحقن بيبقى فيه كباس يضغط او يحقن الجاز بتاعي او الديزل بضغط عالي جدا بيعدل 250 بار طيب الاجزاء المتحركة دي احنا عايزين نزيتها فالوقود نفسه هو الزيت زي ما بنحط ترمبة البنزين جوه خزان البنزين فبتتزيت او بتسهل الحركة بتاعتها من خلال البنزين نفسه هنا كمان الديزل نفسه يعتبر زيت او وسيط تزييد لسهولة الحركة ومنع الاحتكاك بين الاجزاء المتحركة في المنظوم تبديه بالنسبة لترمبة الحقن طيب في ايه تاني الحقن نفسه او الرشاش الرشاش نفسه فيه ابرة داخلية والاجزاء الداخلية بتاعته دي احنا عايزين نزيتها عشان فيه حركة دايما داخليا داخل الحقن او الرشاش فما يحصلش عندي احتكاك ويحصل تمدد فيتقفل وفنيت ونلاقي كمية الجاز اللي داخله نلاقي عزم المكنة قلت مع ارتفاع درجة الحرارة ده هيأثر طبعا على عزم المكنة وطبعا احنا عارفين ان محركات الديزل احنا بنستخدمها في المحركات اللي بتنقل او بنستخدمها في المحركات اللي احنا محتاجين منها عزم اكتر منها سرعة احنا عارفين ان العزم عكس السرعة فاذا اللزوجة هنا مهمة جدا اللزوجة هي مقاومة الصريان التماسك تعالى نمشي تعالى نمشي جوه انبوبة الجاز او منظومة توريد الجاز الجزء بيقول للجنب منه تعالى التاني بيقول له لا خلق فبيشد فيه تماسك فيه ترابط ما بينهم فبيعملوا اعاقة للحركة دي لها حد معين ما احنا برضو مش عايزينه جامد ومتجمد زي المزوت فده تقيل مش هيمشي معايا في الانبيب ومش هيتطاير ومش هيتبخر ما هي اللزوجة دي لو زادت مش هيحصل له تبخر مش هيتحول من اللي هو التطاير اللي احنا اقلين عليه التطاير ان هو يتحول من حالة سائلة الى حالة بخارية يبقى على هيئة رزاز بخار ما زي الشبورة اللي احنا بنشوفها الصباح اذا اللزوجة مهمة الى حد معين ما تزيدش عنه لانها لو زادت عنه عملت كتمة او بتمسك الاجزاء الداخلية لمنظومة الحقن وفي الحالة دي المحرك بتاعي مش هيشتغل ولو اللزوجة خفت اللي مش هتعمل تزيد وبالتالي الاجزاء المتحركة داخل طولهم بتلحقن او الرشاش هيحصل لها ايه هيحصل لها تمدد من درجة حرار لان في احتكاك والوقود مش عامل مش مانع لاحتكاك ده فدرجة حرارتها تزيد وبالتالي يحصل تمدد فالابرة تتكتم وكمية الجهاز اللي رايحة للغرفة تكون قليلة وبالتالي عزم المكنة بتاعي زيد وتبدأ المكنة ترفع معايا كمان حرارة عزم المكنة هيقل قصدي عزم المكنة هيقل وبعدين المكنة تبدأ ترفع معايا حرارة مهم جدا ان احنا نعرف المواصفات او الخواص المطلوبة في وقود الديزل بتاعنا اللي احنا هنستخدمه تعالوا نشوف الميزة او الخاصية اللي بعد كده الخاصية اللي بعد كده مقدار الكابريت تحدد الغازات الناتجة عن احتراق الكابريت الموجودة في تركيب الوقود الوقود نفسه في كابريت مع بخار الماء المكثف الناتج عن عملية احتراق الوقود فتتكون بذلك احماض ضارة تسبب تآكل في بعض اجزاء المحرك ومجموعة تجهيز العادم وتزداد هذه الظاهرة حيث يعمل محرك تحت حمل جزئي مما يقلل من درجة حرارة سطح الاستوانة ايه هو الكابريت الكابريت ده اللي هو بينحر المكنة لما هناخد في سنة تالتة ان شاء الله الغاز الطبيعي فالناس كانت الاول بتتخوف من تركيب منظومة الغاز الطبيعي مع محركات الديزل ومحركات البنزين ليه يقول لك استو بينحر المكنة هو قصد نحر المكنة عنصر الكابريت ده لان عنصر الكابريت بيكون موجود في الغاز الطبيعي بيكون موجود في الديزل من المركبات الموجودة داخل الديزل فلما بيطلع بيطلع على هيئة نكس او اكسيد النتروجين فده مادة صلبة شوية فبتاكل فيه جدار الاستوان علجوا الشركات علجت الموضوع ده في منظومة الغاز الطبيعي ان هي بدأت تشغل المكنة على البنزين الاول وبعد كده بعد ما المكنة تحمى او توصل لدرجة حرارة التشغيل تبدأ تحول الجهاز نفسه بيحول الى غاز فما بتعمليش النحر اللي احنا بنخاف منه هنا لو نزبت الكابريت بالنسبة لنا بقى في محركات الديزل لو نزبت الكابريت زادت في النواتج الاحتراق ده هيكل جدار الاستوان هيكل جدار الاستوان وبالتالي يعمل بيضوي او يعمل نحرة او يعمل طمئير لجدار الاستوان وياريت تسأله وتنزل الورشة وتسأل في القسم عندك السادة المهندسين محدش هيبخل عنك ابدا وتشوف البيضوي اللي بيحصل في جدار الاستوان لما بيحصل تآكل من المكبس او النقر اللي بيحصل من الكابريت ده ممكن تلاقيه عندك في المكان الموجود داخل القسم بتاعك اذا نسبة الكابريت دي برضو مهمة جدا الشركات وهي بتعمل وقود الديزل لازم تراعي النقطة دي طب هو احنا لنا علاقة هو احنا اللي هنصنع وقود الديزل احنا بنعرفك الخصائص اللي هي بتعمل لمشاكل لو الوقود بتاعك مش نظيف هيعمل مشاكل لي اصلا حضرتك ممكن تشتغل في شركة او تشتغل في توكيل او تشتغل في مؤسسة معينة وتلاقي اه بتعبوا انتوا طبعا من اه محطة وقود معينة فتلاقي العربيات دايما بتدخن مع انك زابط الفواني وزابط كل شيء او العربيات بتستهلك كمية جاز كتير او ان العربيات عزمها ضعيف كل ده او ان هي بتنقر بتحتاج تعمل عمرة على فترات قريبة كل ده بيبقى برضو ليه دور اساسي في خصائص الوقود اللي حضرتك بتستخدم فمهم جدا انك تعرف الخصائص المطلوبة في وقود الديزل اللي احنا هنستخدمه في المركبات بتاعتنا تعالوا نعرف النقطة اللي بعد مقدار الكابريت اللي هو هيطلع من مخلفات او نواتج الاحتراف مقدار الرماط او السياج وهو يعبر عن مقدار المواد الصلبة المختلطة بالوقود قبعض المواد المعدنية وضرات الرمض التي تسبب تآكلا سريعا في بعض اجزاء المحرك لهذا يتحتم ان لا تزيد نسبة وزن هذه المواد عن مقدار ضئيل جدا بقدر الامكان وتقاص عادة بحرك كمية معينة من الوقود ثم يذن مقدار الرماض المتخلف من الاحتراف ونسبته الى الوزن الاصلي لنفس الوقود ويمكن تقليل مقدار الرماض بتقطير الوقود تقطيرا جيد يعني ايه ببساطة احنا يعني الشركات هتعمل التجربة دي ازاي هنجيب عشر جرام ديزل ونحرقهم بعد ما نحرقهم بيحصل مخلفات او نواتج الاحتراف او السوادي اللي موجود المواد الصلبة اللي فضلت هناخد داني وزنه ونشوف الكمية دي مقارنة بالعشر جرام اللي احنا حرقناهم المواد الصلبة اللي طالعة دي اللي هي زي الدخانة السودة اللي بتطلع معايا ماهدي مخلفات دي مواد ضرة جدا ده غير ان هي بتاكل كمان جدار الاستوانة وبتاكل المكبس بتاعي فمهم جدا ان النسبة دي تكون قليلة هي اساسية لازم تكون موجودة عشان تعمل الزوجة وتعمل الخواص التانية زي الكابريت الحاجات دي كلها بتعمل مواد صلبة في النهاية فهي كده كده لازم تكون موجودة ولكن بنقللها الى اكبر قدر ممكن عشان ما تعمليش مخلفات كبيرة وتتترصب داخل الاستوانة وعلى تاج المكبس وتعمل لي صبك اشتعال وتبدأ تاكل كمان جدار الاستوانة فمهم جدا ان الوقود بتاعي يكون نسبة او مقدار الرماد المتخلف او المتبقي بعد الاحتراق منه يكون نسبته معقولة ومتبقة للمواصفات العالمية عشان نحافظ على البيئة كمان لان محركات الديزل من المحركات اللي بتطلع عوادم ضارة بالبيئة فلازم نوع الوقود بتاعي يكون جيد ومقدار الرماد المتبقي من الوقود بتاعي ده احنا كده بنتكلم على نوع الوقود برضو بنتكلم تاني على الخواص بتاعت الوقود لان ممكن برضو تشتغل في شركة ونلاقي البيئة او حضرتك رايح مسؤول انت عن المؤسسة والعربيات الموجودة في المؤسسة بتاعتك فتروح يجدده من الرخصة في المرور فيقيسه نسبة العادم عندك فيلاقه نسبة السياج او الرماضي اللي طالع من المحرك بتاعك نسبته على اليده برضو بيطلع من نوع الوقود اللي حضرتك مستخدمه نوع الوقود مش نضيف اذا الخواص بتاعت الديزل برضو مهمة جدا تعالوا نشوف الخاصية اللي بعد كده الخاصية اللي بعد كده مقدار الماء والشوائب هو مقدار الماء او الشوائب المختلطة بالوقود وينتج عن ذلك تقليل في جودة احتراق الوقود وتسبب فيه تآكل وصدق الاجزاء اجزاء منظومة الحقن والرشاشة هو هو الوقود بتاعي هيبقى فيه شوائب وماء اه هيبقى فيه ابخرة بخار ماء وممكن يكون فيه شوائب لو حضرتك كمان منتش منظف الخزان بتاعك او التنكي مع الفلاتر ما غيرتش الفلاتر وعملت صيانة دورية للمكانة بتاعتك بشكل اه مخطط وشكل مستمر ودائم ده هيخلي عندي شوائب في منظومة الوقود وبالتالي هيأثر على عمر المكانة الافتراضي وهيأثر على عزم المكانة وتاني بنأكد ان محركات الديزل احنا بنستخدمها عشان العزم عشان القوة بتاعتها هي مختلفة تماما عن محرك الديزل في القوة عن محرك البنزين في قوته والعزم بتاعه فلو انا بقى عندي ابخرة مياه داخل منظومة الحقن الديزل ده بيأثر على الأجزاء الداخلية للمنظومة لترمبة الحقن والرشاش وتعمل لي صدق وتعمل تآكل للأجزاء الداخلية لمنظومة الحقن في الديزل فمهم جدا ان نسبة الوقود نسبة الماء او بخار الماء والشوائب في الوقود بتاعي او الديزل ماء زيتشي وده بيتم من خلال الصيانة الدورية للمكانة بتاعتك او المحرك بتاعتك وانك تكون محافظ على المنظومة بتاعت الوقود بتاعتك نضيفة تعالوا نشوف بعد كده نقطة الوميد نقطة الوميد وتعرف بانها درجة الحرارة التي يبدأ عندها الوقود في التبخر بكمية قابلة للاحتراق بحيث يشتعل ذاتيا على صورة وميد عند اقتراب مصدر للحرارة طب مصدر الحرارة عندي هنا هيكون ايه هيكون الهوى الساخن مصدر الحرارة عندي هنا في محرك الديزل هيكون الهوى الساخن تعالوا نشوف الوميد هنا لو عندي بنزين ده ديزل داخل العلبة لو ده بنزين هيشتعل معايا مجرد انه هيشوف لقطة الهوى لقطة الشرارة لكن الديزل عندي بيعمل شايفين الوميد ده اللي اسمه وميد بيبدأ الوميد او التطير عندي من 52 تقريبا ل 96 درجة مقوية تخيلوا لو كان خلينا نشغل فيديو تاني لو كان ده بنزين ودي ده حرارة اهوء قدام مني او نار ايه اللي هيحصل بسرعة هينفجر وهيشتعل الوقود اللي قدامي لو كان ده بنزين اما الديزل زي ما احنا شايفين التطير اللي حاصل ده طبعا احنا عايزين في الوقود بتاعنا ما يباش تقيل لدرجة انه ما يحصلش التطير بتاعي لو قال لدرجة التطير بتاعتي اذا هو محتاج درجة حرارة عالية جدا عشان يبدأ يعمل الوميد او الاشتعال احنا عايزين بداية الاشتعال اللي حصلة دي بداية الاشتعال اللي حصلة دي عندي في محرك الديزل بتبدأ من 52 تقريبا 52 الى 96 درجة مقوية نشوفها تاني الوميد اهو شايفين قدام مني نار على وقود الديزل هو عشان لسه برد مش هيحصل معايا وميد تعالوا لما نوصل لدرجة حرارة معينة هيبدأ هو هو وصلها ل 52 فبص بدأ يبدأ عندي الاشتعال زي ما احنا شايفين في الفيديو بدأ يحصل الوميد او بداية الاشتعال اللي احنا شايفينه ده اللي هيحصل لما نبدأ نحقم بالزبط الديزل داخل غرفة الاحتراق مع الهوى الساخن اللي هو درجة حرارته بتصل الى 550 درجة مقوية اذا مهم جدا ان درجة الوميد بتاعتي تقل عشان يشتعل معايا وقود الديزل بسرعة وما يحتاجش من المحرك حمل زيادة او عزم زيادة عشان نعلي نسبة الانضغاط وهنا لو علت معايا درجة التطاير او الوميد بتاعتي دي هيحصل ان انا لازم ازود نسبة الانضغاط بتاعتي فده بيعمل لي الجهادات مع ان نسبة الانضغاط لما بتزيد برضو بيديني عزم لان القوة المتولدة بتكون قوة عالية جدا بيديني عزم عالي برضو لكن فيه اجعل حساب حاجة تانية فاحنا بتحاول الشركات ان هي تفاضل او تكون في منتصف او في النقطة اللي في النص بحيث ان انا معملش اجهادات على اجزاء المحرك وفي نفس الوقت ما قللش العزم المتولد من الاحتراق لان كلما زاد نسبة الانضغاط زاد القوة المتولدة من الانفجار او الاشتعال تعالوا نعرف النقطة اللي بعد كده اللي جاية وهي نقطة التضفق برضو دي من الخواص اللي لازم تكون موجودة عندي في محرك الديزل محرك الديزل نقطة التضفق فيه بيقول لي هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها الوقود في التجمد او التجلط كما تدل على ملأمته للاستعمال في المحركات التي تعمل فيه اجواء باردة جدا فالوقود ذو نقطة التضفق العالية لا يصلح عادة للاستعمال في الاجواء الباردة او المناطق اللي فيها الجو بارد تعالوا نشرح الموضوع ده بشكل بسيط نقطة التضفق يعني ان امتى الوقود هيفك لو احنا في مكان بارد هيبدأ يفك طبعا هو ممكن يتجمد ممكن مع انه بتحط عليه اضافات ما يحصلوش تجمد ولكن الزوجة بتاعته هتزيد ودرجة الصرايان بتاعه او الحركة بتاعته حركة الجزائيات بتاعته هتقل فلو كان نقطة التضفق بتاعته عالية اذا نوع الديزل ده مش هينفع يشتغل فيه مركبات شغالة في بلاد من اللي هي بردة جدا اللي هي بيبقى درجة الحرارة فيها تحت الصفر هو حضرتك عايز تقول لي ان الديزل المستخدم في الدولة اللي هناك دي غير اللي موجود عندنا اه اكيد مختلف تماما مختلف عشان النقطة دي لان لو نقطة التضفق بتاعته علت مع الجو التلج اللهم ان الوقود مش هيتحرك من التلج ترمبت او ترمبت الحقن تحاول تسحب هو تماسك وتجمد الصرايان بتاعه ما بيتحركش اذا مهم جدا ان نقطة التضفق بتاعتي تكون قليلة فيه وبرضو ما يكونش ما ينفعش يكون قليل عن الحد المسموح به او حد معين عشان لو انا شغال او السيارات بتاعتي او المركبات بتاعتي شغالة في اماكن درجة حرارة فيها عالية جدا لان طبعا هيحصل عندي تمدد والصرايان وهتبقى اللي زوجة بتاعتي قلت وبالتالي الاجزاء المتحركة داخل المنظومة اللي احنا لسه قيلين عليها هيحصل تمدد للاجزاء وتبدأ منظومة الحقن تسخن وكمية الجاز اللي دخلها للمكانة بتاعتي هتقل وبالتالي عزم المحرك بتاعي هيقل اذا الشركات بتحدد المكان اللي هتبيع فيه الديزل ده عشان تحدد نقطة التضفق وتاني نقطة التضفق اللي هي صرايان نقطة الصرايان بداية الصرايان مش التجمد اللي هي بعد التجمد ان الصرايان بتاعي يكون ماشي بشكل طبيعي مش ماشي كمان بطيل عشان نحدد الجو او المكانة هتشتغل في جو بارد ولا في جو حر او في جو معتدل طبعا الايام اللي احنا فيها دي هنلاقي محركات الديزل في بداية التشغيل بتكون ده لوما انا السيارة بتاعتي او المركبة بتاعتي مش حديثة او ما فيهاش سخنات والكلام دا كله هنلاقي المكانة في الجو البارد اللي احنا عايشين في الايام دي هنلاقي المكانة بتاعتنا بيتغيب في الدوارة في الصبح في الجو البارد بتاعنا تعالوا نعرف النقطة اللي بعد كده الوزن النوعي وهو ايه الوزن النوعي هو عبارة عن نسبة وزن حجم معين حجم معين من الوقوت الى وزن حجم معين مساوي له من الماء ده الوزن النوعي ويدل بصفة تقريبية على أنواع الوقود المختلفة التي تقسم إلى ثقيلة ذات أوزان نوعية وخفيفة ذات أوزان نوعية منخفضة دي طبعا أوزان نوعية عالية ودي أوزان نوعية منخفضة وقد تتساوى بعض أنواع الوقود في أوزانها النوعية إلا أنها تختلف اختلافا كبيرا في درجة اللزوجة وخاصية نوع الاشتعال وهم الأهم خاصيتين عندي إذن الوزن النوعي تعالوا نشرحه بشكل تاني أنا هاخد كمية معينة من الوقود مساوي لها كمية معينة من الماء وبقارن بالماء إذن الصفرة عندي أو النقطة اللي أنا بقيس عليها هي كمية معينة من الماء يعني مثلا أنا خدت 10 جرام ماء وخدت 10 جرام من الوقود بنوزنهم في الحالة دي يا إما الحجم هنا هاخد حجم واشوف وزنه وحجم واخد حجم معين من الماء مثلا 10 سنتيمتر مكعب و10 سنتيمتر مكعب من الديزل ونوزنهم نشوف نسبة الوزن ده للماء طب ده أتقل من الماء يعني العشرة سنتيمتر مكعب من الماء طلعوا أخف من العشرة سنتيمتر مكعب من وقود الديزل فده بنقول عليه مادة أو وقود ثقيل طب لو كان أخف من الماء هنقول عليه مادة أخف أو ذات وزن نوعي خفيف زي البنزين مثلا عشان نفرق طيب ممكن نوع وقود نوعين من الوقود يتطفقوا أو يتساووا في الوزن النوعي لكن هتختلف معايا خاصتين مهمتين جدا اللي هم عطلة الاشتعال اللي احنا تكلمنا عليها درجة الحرارة الأولانية وكمان التطاير بتاعي دي من النقطتين المهمين جدا عندي اللي بيحددهم احتراق الوقود بسرعة وبدون عمل نواتج احتراق ويديني كمان عزم عالي تعالوا نعرف النقطة الأهم بقى وهي القيمة الحرارية القيمة الحرارية لأي وقود بالنسبة لوقود الديزل تعتبر القيمة الحرارية للوقود من خصائصه الهامة حيث يمكن بها تحديد كمية الطاقة الحرارية المعطاة للمحرك وبهذا يمكن معرفة قدرة المحرك على تحويل هذه الطاقة الحرارية إلى شغل مستفاد به يعني الطاقة الحرارية اللي هتتولد لو انا جبت اتنين جرام أو اتنين سنتيمتر مكعب وقود ديزل خلطتهم بالهوى أو ضغطت هوى وحرقتهم هيتطلعوني طاقة حرارية قد ايه novo وبناءا على ان لما ان اعرف الطاقة الحرارية المتولدة دي انا هنعرف المكنة دي هتطلع لي شغلة أو طاقة ميكانيكية أو كام هورسباور أو طاقة أو شغلة ميكانيكية من الطاقة الحرارية وهتختلف أنواعها أو هيختلف نوع الوقود أو طاقة الحرارية المتولدة من وقود إلى اخر طبعا كلما ارتفعت القيمة الحرارية الوقود كلما ارتفع الشغل الميكانيكي او الطاقة المتولدة من المحرك طبعا محركات الديزل القيمة الحرارية بتاعتها اعلى حوالي من 15% بتبدأ من 15% عن محركات البنزين الطاقة الحرارية دي هتديني عزم عشان كده احنا بناخد من محرك الديزل بناخد منه طاقة وعزم اعلى من محرك البنزين طيب اذا الطاقة الحرارية هي الطاقة المتولدة او الحرارة المتولدة من الوقود عشان نبسطها ونعرفها ببساطة الطاقة الحرارية تاني تاني وكتر التكرار بيعلم الشطار هي كمية الحرارة المتولدة من احتراق الوقود مع الهواء او الاكسجين الموجود داخل الغرف منه هقدر احدد الطاقة او الشغل الميكانيكي المتولد من المحرك بتاعي ونقول إن المحرك بتاعنا ده هيولد كام هورسباور أو حصان أو شغل ميكانيك طب تعالوا نعرف بقى نقطة مهمة أوي وهي رقم السيتان رقم السيتان ده مقابل لرقم الأكتان في محركات البنزين يقول له أنا هعبي بنزين 80 أو هعبي بنزين 92 أو 95 وهكذا طيب ده في البنزين أما في الديزل رقم السيتان إحنا جايز هنا ما بناخدش بالنا منه قوي لكن الشركات طبعا بتهتم به عشان تجيب نوع كويس عشان الناس تشتغل به وما يعملش مشاكل فيه السيارات بتاعته رقم السيتان الخاص بوقود الديزل يدل على النسبة المقاوية لكمية السيتان الموجود أنا عندي وقود أو عنصر اسمه السيتان الموجود في الوقود ووقود آخر تاني بيختلط به وعطلة الاشتعال بتاعت السيتان بتكون صفر أما المخلوط التاني اللي اسمه ألفا مثال نفتلين ده عطلة الاشتعال بتاعته بتكون عالية جدا اللي هي مية في المية ونبدأ نخلطهم ببعض الألفا مثال الألفا مثال النفتلين بنخلطه بالسيتان مع مركبات الهايدروكربونات بيطلع معايا وقود الديزل وبتكون النسبة بتاعتي تقريبا خمسة واربعين أو خمسة وخمسين خمسة وخمسين ده اللي هو نسبة السيتان بتاعي في الوقود بتاعي إذن أنا بجيب عشان نشرحها ببساطة بجيب سيتان عنصر اسمه السيتان واخلطه على ألفا نفتلين بنسب معينة يعني نجيب مثلا خمسين في المية سيتان ونحط عليه خمسين في المية إثيل أو مثيل النفتلين وبعدين نشوف نقطة الاشتعال بتاعتي والواميد والحاجات اللي تكلمنا عليها فيه فنلاقي إن النواتج بتاعته والأداء والطاقة المتولدة فيه مش مزبوطة فنبدأ نزود نسبة السيتان بتاعتي أو نقلل نسبة السيتان لأن أنا لو زودت نسبة السيتان عن حد معين هيبدأ يحصل اشتعال ذاتي مبكر ويخلي المكبس لسه ما طلعش ويعمل لنا مشاكل تانية فاحنا هنا بنحدد نوع بنحدد القيمة اللي هنحطها في الوقود بتاعي من درجة السيتان الموجودة في وقود الديزل بتاعي إذن لو أنا مثلا حطيت خمسة واربعين من السيتان وحطيت معايا خمسة وخمسين من الألفا ميثيل نفتلين يبقى الوقود بتاعي ده في الحالة دي نسبته كام خمسة واربعين طيب لو أنا عكست خمسة واربعين وخمسة وخمسين خمسة وخمسين سيتان وخمسة واربعين ألفا ميثيل النفتلين يبقى في الحالة دي الوقود بتاعي نسبته بتزيد في نسبة السيتان باختصار أن كلما زاد نسبة السيتان كلما أصبح الاحتراق سهل والاجهادات اللي جاي على المحرك بتاعي بتكون بسيطة وضعيفة والمحرك بتاعي بيشتغل بهدوء ما بيعمليش ضوضاء بالمناسبة محركات الديزل بتعمل صوت وفيبريشن أو اهتزاز أعلى بكتير جدا من محرك البنزين ده ليه؟ علشان أنا في محرك البنزين محدد نقطة الاشتعال. هبدأ منين? هبدأ من عند البوجيه. ممتاز الشباب اللي شغالين معايا ومركزين. في محرك البنزين احنا عارفين هنبدأ الشرارة منين? او هنبدأ الاحتراق منين? هنبدأ الاحتراق منين في محرك البنزين يا شباب? هنبدأه من عند البوجيه. طب في محرك الديزل احنا ما نعرفش الاشتعال هيبدأ منين? ممكن يبدأ يمين شمال تحت فوق? ما احناش عارفين. هو اول ما الوقود بيدخل على الهوى السخر هيبدأ الاشتعال بس فين احنا ما نعرفش فبنحددش النقطة وبالتالي الاجهادات والقوة الضاربة المتولدة من الاشتعال او الاحتراق اللي حاصل عندي في محركات الديزل بتكون عالية جدا وبالتالي الضوضاء اللي طالعة من محرك الديزل والاهتزاز بيكون طالع من محرك الديزل عالي عن محركات البنزين فكل ما بنعلي بقى نسبة السيتان فبتقل عطلة الاشتعال وعطلة الاشتعال هي بداية الشرارة او بداية نقطة الاشتعال الى الاشتعال الكامل الى الوصول للاشتعال الكامل للمخلوط بتاعي فكل ما زاد رقم السيتان قلت عطلة الاشتعال وبالتالي المحرك بتاعي يشتغل بهدوء وما يعمليش ضوضاء ويديني عزم عالي عامة محركات البنزين محركات البنزين قلنا بنبدأ 80 و 92 و 95 أما في محركات الديزل بتبقى من 40 إلى 55 والوقود صاحب الرقم الأعلى هو من 55 يكون له فترات تأخر في الاشتعال أقل مسببا زيادة أكبر في الوقت المتاح لإحتراق الوقود ولذلك محركات الديزل صاحبة السرعات المرتفعة تعمل بكفاءة أعلى من محركات صاحبة الستان الأقل تمام يا شباب؟ طيب عايزين كمان التأثيرات المختلفة لضعف جودة الرقم الستان بتاعي التأثيرات المختلفة لضعف جودة الوقود إيه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي دقة أو صفعة كمان هيبقى عندي رواصب داخل المحرك وكمان هيحصل عندي أدخنة أو نواتج الاحتراق بتاعتي ضرة للبيئة وضرة للمحرك كمان كمان لازم نعمل إضافات عشان نحسن ونعلي رقم الستان بتاعتي وإحنا هنحط هنا نطرات الإيثيل عشان نعلي رقم الستان الموجود في محرك الديزل بتاعي إذن كلما قلت أو المواصفات اللي احنا قلنا عليها دي لو قلت أو بقت في الحدود الغير مسموح بيها هيحصل عندي ضق هيحصل عندي اشتعال مبكر كمان نواتج الاحتراق بتاعتي هتكون مش مظبوطة عشان نعلي الأداء بتاع الوقود بتاعي فلازم نحط إيثيل أو نطرات الإيثيل عشان نحسن الأداء ونحسن الوقود الموجود في محرك الديزل بتاعي بكده إحنا هنكون نتكلمنا النهاردة عن الوقود بشكل عام ووقود الديزل بشكل عام وإن شاء الله الحلقة القادمة نتكلم عن منظومة وقود الديزل والاختلاف والفرق بينها وبين محرك البنزين كمان عايزين نأكد أننا هنا بعمل سحب وضغط واشتعال وعدم زي محرك البنزين بالظبط اللهم إن الاختلاف هنا بإن شوط السحب إحنا بنسحب هوا فقط وبندغط هوا فقط بنحقن إمتى وقت الشرارة هناك؟ إحنا مش هندي هنا بقى في محرك البنزين شرارة أو محرك الديزل شرارة هندي إيه؟ هنحقن جاز أو ديزل ده الفرق بين المحركين في الداخل لكن المكونات كلها تقريبا تقريبا كلها وحدة اللهم إن إحنا هنزود هنا منظومة توريد وقود الديزل مختلفة عن محرك البنزين في نهاية حلقتنا يارب نكون وصلنا المعلومة بشكل مبسط وسهل وجميل وبتمنى من طلابي وحبيبي اللي أنا بفخر بيهم في كل مكان إن هم ينوعهم مصادر دخل المعلومة واسأل المعلمين بتوعك واسألنا على القناة واسألنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة وبتمنى أشوفكم في أعلى الأماكن وفي الكليات اللي بتحلاموا بيها وتثبتوا وجودكم في سوق العمل وتكون عدوا من أعضاء المجتمع المميزين إن شاء الله بشكركم في نهاية الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته